سلامة مرحبا بكم الناس الكل نتمنى تكونوا بصحة وبخير ليمت هذي عن التقس بيرد مش نرمال بالحق الدنيا بيردة بيردة اقل حتى مصفر اخي قلت ما ينفع فيها كين فم مجاري قلت نعمل محمص بالخضراء بالحمص والفول والفول المصري والبطاطا ويبدى محر حر بالفلفل والهريسة وكالجو وجاء بنين ما نحكي لكمش وتشمتش معهم مكعبات حوت وقلت طريفة الحمص كيف تحبو انتم مدخلها كابل الخضراء اكهو تشوفوا في الازاتة بالكل مبعضنا جزا تقبلوا من البداية ومتنساوش تعملوا اشترك في القناة تفعل الجرس بشي يصلكم اخر رجيد وتعملوا لك اذا عجبتكم الفيديو وانتعدوا توا المكونات بتاعنا بالنسبة المكونات بتاعنا استعمل تقييبا 120 جرام محمص ومكل الكمية هذه الاربعة اشخاص معناها بالنسبة للبقول استعملت الفول نفخته من امس استعملوا الكمية اللي انتم تحبو عليها معناها مش مش نعطيكم بالجرام بالضبط قديش كيف كيف الحمص نفخته من امس بش نستعمل زادة فول وحمص فول مصري الفول مصري زادة يبننها ويخطربها حفنة معناها فول مصري وبالنسبة للخضراء بش نستعمل غرينين وفلفل كعبتين طماطم كعبة بطاطا راس بصل سنينة لثوم تقريبا 4 و 5 سنينة لثوم ومغرفها طماطم حكا ومغرفها اهريسة الهريسة بعد ديك اتعملوا حسب انتو ما قلش تحبوها محرحة وبالنسبة للفحات مش نستحقوا طيب الوكالوية فلفل احمر كوركم فلفل اكحن ملح وزيت انا مش نستعمل انا مش نستعمل الدهان متاع القديد معناه دهان واحد وما فيش قديد والمحالة اما نقول انا كم فوح بالباهي معناه بالفحات وكل سينوتش مستعملوا زيت زيتونة ولا زيت قطانيا كيف ما انتو مستنسين طيبو وانتعدتو لطريقة التحذير اول حاجة باش ننشد كايتينة ما تمتاعي ان نحيرهم الزريعة متاعهم وكل نظفهم وانقصهم مكعبات صغار مينيش باش نرحيهم هكيك يقعدوا طريفات صغار بعضيك في المحمص ما يذوبوش وبعضيك شديد غرينين فلفل الفلفل اللي لها بعدك تجمو انتو ما تزيدوا في الكمية ولا كيف ما تحبو نحط لهم الزريعة متاعهم وقصيتهم روندلات وبعضيك تعديد الكعبة البطاطة باش نستعمل الكعبة ببطاطة يزيد اه اه اذا تحبو زيتو شوية في الكمية كيف كيف تجمو تزيدوا قصيتها اه 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 مكعبات كيف كيف وبعضيك باش نرميها في الاخر كي للمحمص يقربي طيب جز حاب نحضر كل شاي بحذيه وبعضيك نبدأ في ساعة في ساعة نفوح تعديد توا قشرة راس البطل باش نقصوا اه ونرحيه بلا شواغ مانويل هو والثون هكي كي يضوبوا اه في وسط الماكلة تعديد توا حتيت تنجرة بتاعي على النار حتيت ثلاثة مغارف ادهان معناها الزيت وقلت عبارة تنجرة بالزيت حتيت لبطل والثوم المهروش حتيت طماطم الفرسكة وطماطم الحكة ولا هريسة ولا غالب كل مرة نغلط نستخيل واحد نده نصور ونقص على التصوير حاصل وبعدك اللحقت الحمص زدت شوية ما زدنا مش ما يقعدش تتقلى ياسر اه وحتيت مغارفة صغيرة اه فلفل احمر ما صورتاش وهذي مغارفة ثانية معناه في الاخر حتيت زوز مغارف فلفل احمر دي ما نفس الغلطة صدقوني مش نورمال اه وحتيت مغارفة كركم صغيرة كيف كيف وزوز مغارف تابلو كارويا صغار القيادChem احمرت مشدع تأكيد الفلكحل ل completely غير مغارفة تأكيد الفول المصري وقعبت الفول بعد ذلك سخلط الماء تحميل ماء السخون الا�� توقف السخون غميته بالبيب بالماء سخون وزيت الملح غطيته وخليه يعمل غلوة سمحة حمص يطيب ورفور كيف كيف وبعد نحق المحمص بعد نصف ساعة يغلي تقريبا زيت كعبات المحمص ثم نقعده ونقعده ونقعده تحريكه بشكل حمص حمص كيف 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 ولمحمص كيف كيف نزيد البطاطا وزيت البطاطا وزيت الفلفل وغميته اه خليه يكمل يطيب على روحه بعد ما تابت البطاطا وقت تقريب البطاطا تبارك الله قرد الزيت المتاح المحمص قرد الزيت المتاح ومتاحه تبارك الله ريحته اه فاحت مش نرمال زيت راشت الفلفل لكحل وكهوه هكي كيف يكون المحمص مطاعنا طاب بعد سربيته ستكون جائع الشق نصيحة صغيرة ما تحطوهوش معناها الكعب اكثر من المرق يعني بعد كي يولي ملكة تكله على بعضه خلي وهجيري شويه بالطبيعة وبعدك بشي يشرب سربيت الصحينات بتاعي الفطور جاء حاجة قمقوما ياسر نتمنى وسط يوم تكون عجبتكم نتمنى زيت تجربوها وتعطيوني رايكم شكرا لكم هكي كنا نكون وصلنا الاخر الفيديو ملتقنا في فيديو جديد ان شاء الله متنسى واشتراك في القناة وتفعل الجرس بشوصلكم اخر جديد وتعالوا لايك اذا عجبكم الفيديو بسلامة